كلما وقعت مجزارة في محافظة ديالة تفوح من أيدي القتلى رائحة الطائفية في مسرح لم تنتهي عليه بعد مطاردة فرق الموت للمدنيين بغية إبادتهم وإكمال مشروع التغيير الديمغرافي فوق جثافهم وحطام منازلهم قرية التشايلة في قضاء الخالص شاهدة على مذبحة جديدة أوقعت تسعة قتلى كانوا يعملون بأراضيهم الزراعية فداهمتهم الميليشيات الطائفية وأطلقت النار عليهم بشكل مباشر جاءنا زراع طماطة وهجموا علينا أطلع نسوان اثنيا وذاك أخويا واحد ويمكنهم سبع الميتين واثنيا جرحة هي صلاح والله صلاحهم ما العرباء هو رشاج ثقيل على البازل يمشون اللي صار عائلة آمنة وضح النهار فاجعة يعني يرتد لها الإنسانية يعني تسع نفرات من بيت واحد يعني هاي لا رب ولا يرضى بيها على شو نسوى أطفال نعم 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 على شنو شنو صار هاي ما عدنا غير الله سبحانه وتعالى لله اللي بيشتكتن المذبحة الجديدة لم تكن حدثا عابرا وإنما هي حلقة في سلسلة مجازر مستمرة في محافظة ديالة على وجه التحديد منذ عام 2003 وزادت وطيرتها في الأعوام الأخيرة التي شهدت أعمال حرق منازل وتجريف بساتين وقتل عمد ترتكبه الميليشيات التي تتحكم بالواقع الأمني في محافظة ديالة لجان التحقيق التي تشكلها الحكومة عادة بعد كل مجزر لا تسفر عن أي شيء وأكثر ما يمكن أن تقوله هذه اللجان أن الحدث نزاع عشائري أو أن تنسب الجريمة لمسلحين مجهولين محافظة ديالة كانت لها الحصة الأكبر من المجازر الطائفية المرتكبة منذ عام 2003 ويعود ذلك بحسب مراقبين إلى مشروع طائفي يريد تغيير الهوية الديمغرافية للمحافظة على غرار ما يجري في مناطق حزام بغداد لا شيء يمكن أن يقال للضحايا إلا الحقيقة المرة التي تفيد بعدم وجود رادع لإيقاف هذه المجازر في ظل وجود النظام السياسي الذي يهيؤ الأرضية الخصبة لانتشار فرق الموت الطائفية